مرحبا فيكم أصدقائي جميعا وأهلا وسهلا فيكم بكورس التعلم لغة C++ المستوى السن حكينا بالفيديو الماضي على السجلات وكيف نصرع عنها وكيف نوصل للحقول بداخلها اليوم رح ناخد مثال بمثل الوقت الوقت مثل ما بنعرف في الوقت مثلو بكذا جزئي يعني نحن رح ناخد الجزئي الأساسي لأنك تمثل الساعات والدقائق والثواني بغض النظر عن الفواسط فبروح أنا بقول struct time برجع بأكد أول حرف من السجل خلوه دائما نقبل وعندي انتجر hour وminute وsecond إذن hour وminute وsecond كل انتجر سكرت السجل فاصلة مقوطة بروح بعمل آآ تابعين تابع بيضبع الوقت بالطريقة اليونيفرسل وتابع بيضبع بالطريقة الستاندرد يعني نحن بنعرف انه الوقت فيك تكتبوه 12 وحدة آم بي ام يعني فيك تكتب وحدة ظهر آآ وحدة بي ام وفيك تكتب وحدة ظهر هي 13 فنحن نطبع بالطريقتين بتوابع ما بترجع شيء بتسبت الوسطة مشان لاحد يعدل فيها ببعثهم بالمرجعي انا ليش ببعثهم بالمرجعي اي قيمة بدي تتعدل فيهم بدي تتسايع بروح شو بيعمل تابع البرينت يونيفيرسل بياخد الوقت تيه سيت فيل هو من مكتبة اي مونين سيت فيل زيرو وبعده سيت دابليو اتنين سيت فيل معناته املأ عبي القيم بصفر ولكن شو هي القيم بدك تعبيه بمقدار خانتين يعني انت بهاي سي اوت سيت دابليو بده يتعبع قيمتين يعني خانتين وانت هون حددت انت شو الخانات اللي بدت تتحدى بدت تنطبع فاذا كان فيه نقص عن الخانتين يعني مثلا اكتبت انا هون تي اور واحد فخانة اخذت قيمة واحد يبضل عندك خانة فاضية سيت فيل عبية صفر كرمال اذا فوت ساعة اربعة يطبع صفر اربعة اذا اتبعت تسعة صفر تسعة اذا اتبعت عشر واحد صفر ففي حال نقص الخانات اللي بدك تطبعها هون بابل كل رقم بدك تحطها هاي سيت فيل القيمة اللي بدك اياها وكم خانة بدك تحط ممكن تحط ثلاثي انت مثلا مرتبة الميل لثاني ممكن بدنا نحط سيت سيت دابليو ثلاثي لاني ممكن انا عبي مثلا صفر صفر واحد جزء من الثاني شو بيطبع بعدها كمان سيت فيل لمره واحدة بس عدد الخانات انت بتحددها سيت دابليو ثلاثي للمينيت وست دابليو كمان ثلاثي لسيكنت هذا بيطبعه متل ما هو تلاتعش اربعطعش تونتعش تلاتة وعشرين يعني اداعش بالليل متل ما هو بيطبعه وانت لاني ممكن اما اليونيفيرسل شو بروح بيعمل؟ مين اللي بيحدد آم ولا بيعم؟ الساعة اذا كانت التي دوت أور تساوي تساوي الصفر او التي دوت أور بتساوي 12 هاي الاف الشرطية فينا نرجع عن محاضرة الثانية ونعوشيني الاف الشرطية اذا كانوا بيساوي الصفر او 12 فالساعة هي 12 بقى عندك 12 بيعم وعندك 12 آم فاذا كانت الساعة المرتبة الساعة صفر او 12 فروح اطباع ع 12 وإلا روح اطباع باقي القسمة ع 12 يعني انا هون رح ابعت له 14 الساعة الاول 14 يعني الساعة انتين الضهر فشو هون يبيضبع؟ باقي القسمة ال 14 ع 12 اتنين روح هلأ هون روح هون هلأ هون حط ست فيل صفر ست دابلو اتنين مينت ست دابلو اتنين هلأ بدك تحط الواحد يام ولا بيام قال بتقول هاي كله بالطباعة شوفوا انه انت وقت تتعلم الاف الشرطية بتستخدمه بالطباعة إذا التي اوار أصغر من 12 شو بتطبع انت بالسي اوت هلأ ما في داعة تقول سي اوت لالام لالام انت جوه السي اوت انتين بس حط دوبال كوتيشن إذا كانت التي اوار أصغر من 12 اطبع عام وإلا اطبع بام بكل بساطة فهذا أول شغلي بيروح بيحدد إنه كيف تنطبع الساعات مش كيف تنطبع الساعات تطبع 13 لا إذا 13 تطبع باقي قسمة 13 طيب وإذا كانت ما بتساوي الصفر وما بتساوي 12 موسين كانت تسعة طب تسعة باقي قسمة 12 تسعة وضل مت مهين تمام منروح حلق على المين بقول تاين تي بقول الاور 18 والمنت 30 والسي كنت صفر بقول له برينت يونيفيرسل برينت يونيفيرسل بيطبع عامت مهين 18 30 صفر صفر ليش أنا عامل أنا كمان للسي كنت سي دابلي طيب وإذا بدي اطبع برينت ستاندرد شو بروح بيطبعها بروح بيطبعها ستة ونص بي ام طيب إذا رحت عطي أوراة تسعة وعشرين خالفت ورحت عطي منت حطيتها تلاتة وسبعين خالفت ورحت اطبعتها باليونيفيرسل رح يروح يطبعها مثل ما هي فممكن تطوروا أنتوا على هذا المثال وتروحوا تختبروا التايم والمنت والسي كنت إذا تختبر رانجاتهم أنه أكبر من الصفر أو أكبر أو يساوي الصفر وأصغر من ستين دقائق أكبر من الصفر وأصغر من أربعة وعشرين إذا ما نحتي عن نظام الأربعة وعشرين ساعة ففيك تعمل تتحقق من الوقت يلي عم تطبعه ما فيك تطبع الوقت كيف ما كان ما فيك تطبع ولا ساعة وعشرين وثلاثة وسبعين دقيقة وصفرين ثانية ممنوع ففيك قبل ما تطبع تطور هذا المثال وبتركه لكم يعني أنتو كأخي أنو كأخي أنو مثل تيست صغيري أو إكزام صغيري أو هومورك يعني وظيفي لتحاول قبل ما تطبع بالتابع تروح تختبر إذا كان الحديث ما نو مخالف للشروط بيطبعه وإذا كان مخالف للشروط ما بيفطع عملية الطبعة بيطبع رسالة إيرور أنك أنت بعت لقيم وقت مخالف هيك بيكون خلص مثالنا اليوم إذا في إيه السؤال بتمنى تشاركوني فيهم بالتعليقات ومشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة سلام عليكم